معلوماتنا مارك تودع أهلك لسه مخلصتش وبتاعة النهار ده أجمد من كل اللي فاته علميا الإنسان بيمايز أربع نواع من الطعم بس بلسان وهو الإحساس الناتج أو المثهر لما بتدفع المادة في بقنا كيميائيا مع خلايا مستقبلات التزوق الموجودة على برعم التزوق في تجويه في الفم ومعظمها موجودة على اللسان اللي أربع نواع دول هم الحلو والمالح والحمد والمر الغريب بقى أنه طلع فيه طعم خامس اعترفه بيه سنة 1985 بس وهو أجمل واحد فيهم كلهم وهو سر من أسرار المطاعم والفنادق والشفات الكبيرة المشهورين في العالم واسم الطعم ده الأمامي ومعروف شعبيا بالطعم اللذيذ والأمامي كلمة أصلها ياباني بنفس المعنى تقريبا لأن الاكتشف العالم الياباني كيكوناي إيكيدا اللي أكد أن فيه خلايا مستقبلة متخصصة للأمامي موجودة على لسان الإنسان والحيوان الأمامي بالمناسبة مش موجود في الطبيعة وبييجي بأننا نضيف مرحلة في تصنيع الأكل وبيطلع في بعض الأكلات بس مش كلها يعني مثلا تلاقي في الأنشوجة والطماطم المجففة عن طريق الشمس واللمصر وبالذات أسوان الحبيبة هي أكبر منتج لها في العالم والسبب العلمي في الطعم الشاهي ده طلع مادة اسمها الـ MSG أو المونوسوديام جلوتاميت وهي مادة بتتكون بسبب تفاعل كيميائي داخل النباتات في ظروف معينة أثناء الطبخة أو التحضير أو التسوية زي أي تفاعل كيميائي في الدنيا الصينيين العفاريت فصلوها بقى وبيحطوها تقريبا على كل أكلاتهم وحتى فروع المطاعم العالمية زي مكدونالدز وبرجر كينج وغيرهم في الصين بيضفوها على الأكل عشان يجذبوا الصينيين ليهم صدقتوا بقى أنها ماركت ودع أهلك استنوني في المعلومة الجاية سلام